عزائي المشاهدين ومتابعين قناة عمان الرياضية سيدة القنوات أسعد الله صباحكم بكل خير مضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الختامي لمهرجاء لسباقات الهجنة العربية الأصيلة على أرضية ميدان ولاية بركة هناك أعلنت اللجنة المنظمة انطلاقة وتحديات الشوط الخامس والخاص لفئة القعدان الحقائق من مسافة أربع كيلو متر أشوف الصدارة هناك المقدمة وهناك التواجد من الأسد أحميد بن راشد بن سالم الحيري ولكن ينخطف ينخطف هناك من هملول أحمد بن علي بن عبد الله الحبسي هناك مع الصدارة مع المركز الأول المركز الثاني الذي وصل هناك مرسال راشد بن سالم بن علي الغيلاني القادم من ولاية جعلان للمشاركة في هذا الكرنفال في هذا العرس التراثي ولكن المركز الثالث الوصول هناك من ملفت عامر بن علي بن حميد الوهيبي وصل مع ملفت الذي يلفت الأنظار بهذا الجمال الطبيعي ولكن المركز الرابع هناك من الميمنة والذي تواصل سراب عبد الله بن مسلم بن سالم الينيبي قدم الينيبي مع سلالة سراب ولكن المركز الخامس خامس المراكز هناك الأسد أحميد بن راشد بن سالم الحجري ولكن المركز السادس سادس المراكز الله هناك الوصول من سراب محمد بن حمود بن عبد الله الخميسي ووصل هناك الذي يحمل رقم 26 هملول سالم بن عبيد بن سعيد الزرعي وصل هناك الزرعي ولكن أعود إلى الصدارة أعود مع شعار الغيلاني الله يا سلام مرسال الذي يرسله للصدارة رسلي للمقدمة مرسال راشد بن سالم بن علي الغيلاني على المركز الأول مع الأداء الأول ولكن المركز الثاني هناك القدوم من سراب سراب عبد الله بن مسلم بن سالم الينيبي في ثاني المراكز والمركز الثالث هناك التراجع من هملول أحمد بن علي بن عبد الله الحبسي في ثالث المراكز القادم من ميدان الفتح في ولاية المضيبي المركز الرابع الله الأسد إحميد بن راشد بن سالم الحجري هناك المركز الخامس نشوف المركز الخامس شاهين ولكن أعتقد أنه اللي هناك مبلش عبد الله بن لوهي بن سالم الدرعي وصلكم مع مبلش يبقى يبلش الجميع ولكن المركز السادس هناك الله غيث بدر بن سالم بن سليمان الخروصي أهالي الشويعي أهالي السويق ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة يا سلام هناك مرسال مرسال مع المركز الأول مركاء مرسال مع الصدارة مرسال مع التحدي الذي يتحدى الجميع يا سلام راشد بن سالم بن علي الغيلاني مع صدارة الشوط ولكن شوفوا هناك الضغوط شوفوا هناك سراب الذي يضغط على المقدمة بكل قوة عبد الله بن مسلم بن سالم الينيبي مع المركز الثاني انفراد بين الاثنين يا سلام هناك على المنعطف الأخير الذي هناك يكون من بعد هذا المنعطف تكون المنصة ويكون التتويج ولكن أتراجع إلى المركز الثالث وتأكد من المركز الثالث الأسد إحميد بن راشد بن سالم الحجري يا سلام في ثالث المركز المركز الرابع شوفوا من القادم الواصل يا سلام غيث بدر بن سالم بن سليمان الخروصي المركز الخامس الذي وصل مبلش عبد الله بن لويهي بن سالم الدرعي والمركز السادس هناك شاهين لمطر بن حامد بن حميد الدرعي ولكن أعود إلى الصدارة أعود مع الانفراد الثنائي الله 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 هناك مرسال وهناك هناك يا سلام سراب سراب ومرسال ولكن مرسال بكل قوة بكل جدارة هناك يقود الشوط يا سلام قيادة حكيمة الله يا سلام هذا هو مرسال مرسال راشد بن سالم بن علي الغيلاني ولكن سراب يحاول سراب يحاول سراب في ثانية المركز وعبد الله بن مسلم بن سالم الينيبي في ثانية المركز والمركز الثالث هناك التواجد من الأسد حميد بن راشد بن سالم الحجري لغطة هناك بهذه العدسات الساحرة عدسات القناة الرياضية يا السلام تتجول بين هذه الشعارات مع المخرج المبدع يا السلام يا السلام يا السلام شوفوا الذي وصل أول إذاعة زعفران هناك وصل لعزيز بن سعيد بن سلطان اليحافي وصلكم ووصل هنا من يحمل رقم واحد دكتور لمحمد بن عبد الله بن سعيد اليحافي ولكن هناك 700 متر النهائية خلك مع مرسال الغيلان يا جماعة قادمين الكل قادم 600 متر النهائية حرك يا اللي تبهت حرك المنصة أمامك السيارة السويكي يلمع الله يا السلام مرسال ما زال على الصدارة راشد بن سالم بن علي الغيلاني ولكن شوفوا القدوم هداد محمد بن حمد بن علي العمري أول إذاعة لهداد الله فاجأنا في الأمتال الأخيرة انتقل إلى المركز الثاني المركز الثالث هناك التواجد من سراب عبد الله بن مسلم بن سالم الينيبي المركز الرابع هناك الأسد حميد بن راجد بن سالم الحجري ولكن مرسال مشكور يا الغيلاني مشكور على هذا العرض يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا جعلان سلام جعلان سلام إلى الشرقية يا سلام السيارة غادرت مع مرسال أرسلها الغيلاني إلى جعلان تهنين والناموس بفوز مرسال والمالك هناك راشد بن سالم الغيلاني المركز الثاني الذي وصل هناك هداد هداد وصل الذي وصل هناك هداد وذن محمد بن حمد بن علي العمري وكان هناك شاهي سراب لعبد الله بن مسلم سالم الينيبي وأعود بالتهنية إلى مالك مرسال وتحطمت توقيت تحت أقدام مرسال ست دقائق 13 ثانية 59 جزء من الثانية هذا توقيت مرسال والسلام جعلان والسلام إلى مالك مالك مرسال راشد بن سالم الغيلاني ترجمة نانسي قنقر